بسم الله الرحمن الرحيم نكمل في محاضرات مادة المنطق ونظرية المجموعات لطلبة الرياضيات في جامعة آل البيت كنا في المحاضرة الماضية بدأنا بسكشن الاتحاد والتقاطع وكنا بنبرهن بنظرية وتوصلنا أنه رح نبرهن الآن فرع دي وفرع سي من النظرية الماضية قبل ذلك نذكر شوي بهالأشياء اللي تعلمناها سابقا واللي مهمة لبرهن النظريات اللاحقة حكينا أنه أي مجموعتين A وB حتى يكونوا متساويات هذا مكافئ أنه X تنتمي لـ A F and only F X تنتمي لـ B المجموعة A صبست من B بتعني أنه F X تنتمي لـ A Then X تنتمي لـ B كان عنا X تنتمي لـ A اتحاد B هذه بتعني أو F and only F X تنتمي لـ A or X تنتمي لـ B وX تنتمي لـ A تقاطع بـ F and only F X تنتمي لـ A and X تنتمي لـ B هذه أربع أشياء مهمة تعلمناها سابقا مهمة في برهن نظرياتنا المستقبلية زي ما حكيت كنا بنبرهن إحنا في نظرية في المحاضرة الماضية كان في عنا فرع A وفرع B هدول أثبتناهم أو يعني كان عليهم وفرع C كمان هو باستخدام الخاصية التبديلية نشوف الآن فرع D وفرع C فرع D اللي هو بتعلق بالـ Associated Flows بنا نبين إنه A اتحاد B اتحاد C بيساوي A اتحاد B اتحاد C هذا اللي سميناه Associated لو في حالة الاتحاد فيه كمان في حالة التقاطع A تقاطع B تقاطع C بيساوي A تقاطع B تقاطع C يعني لاحظ نفس الترتيب بيضلوا بس الأقواس وين موجودة وإما بيكونوا كلهم اتحاد أو كلهم تقاطع هذا اللي اسمه Associated Law نشوف إثبات إلو وخلينا أكتب كمان رقم E وعساس نثبتهم وربعا رقم E كنا كاتبينه اللي هو Distributive Law اللي بيحكي A تقاطع B اتحاد C بيساوي A تقاطع B اتحاد A تقاطع C Distributive Law هذا توزيع التقاطع على الاتحاد بيختلف هون واحد يتقاطع وواحد يتحاد وكمان في توزيع الاتحاد على التقاطع بيصير A اتحاد B تقاطع A اتحاد C شوف إثباتهم لهذول D و E طبعا نثبته أحد من كل وحدة والثاني أكيد بنفسها لكن باختلاف الإشارات بين الاتحاد والتقاطع فلو بنا نثبت مثلا رقم D نثبت هذه الأولى من رقم D حكينا أي مجموعتين حتى يكونوا متساويتين لازم تبين أنه X تنتمي لوحدة F and only F X تنتمي للثاني يعني بتبدأ بX في واحدة من المجموعتين واحدة هاي مجموعة هاي مجموعة بنا نبينها بتساوي هاي المجموعة فبنبدأ بعنصر هون وبنبين أنه F and only F هالعنصر ينتمي للمجموعة الثانية إذن الآن X تنتمي لـ A اتحاد B اتحاد C F and only F هذا اللي عنا بدك تعتبره اتحاد مجموعتين مجموعة اسمها A ومجموعة اسمها B اتحاد C شو معنى X ينتمي لاتحاد مجموعتين يعني X ينتمي للأولى or X ينتمي للثاني فهذا بيعني X تنتمي لـ A or X تنتمي لـ B اتحاد C هذا تعريف الاتحاد اتحاد مجموعتين بيعني X تنتمي للأولى or X تنتمي للثاني انتبه لإشارة الاتحاد هون إشارة الاتحاد بين مجموعات إشارة الاتحاد بين مجموعات إشارة الor بين statements إشارة الاتحاد بين مجموعات وهذا F and only F X تنتمي لـ A or شو معنى X ينتمي لـ B اتحاد C يعني X ينتمي لـ B or X ينتمي لـ C هذا كمان تعريف الاتحاد هذا نزلناها زي ما هي الأن هاي X تنتمي لـ B اتحاد C شو يعني X ينتمي لـ B اتحاد C يعني X ينتمي لـ B or X ينتمي لـ C تركنا هالمجموعات الآن بدل ما كان في عندنا مجموعة صاروا كلهم statements ما ظلش حتى لا اتحاد ولا تقاطع عندنا هون هذي statement X ينتمي لـ A X ينتمي لـ B statement و X ينتمي لـ C statements يعني هاي كانا P or Q or R بدل نستخدم الآن distributive law المتعلق بالـ statements لما كان عندنا P or Q or R شو كان هذا بيساوي P or طبعا مش distributive الآن لو أصوشياتي لسه ما وصلنا للـ distributive أصوشياتي لـ X تنتمي لـ A or X تنتمي لـ B or X تنتمي لـ C هذا الأصوشياتي لو المتعلق بالـ statement أصوشياتي مش distributive distributive لازم يكون واحد منهم or واحد and هذي or وهذي or وهذوله three statements اللي بنستخدمه أصوشياتي للخاصية التجمعية في الـ statements يعني بدل ما هم الأقواس كانوا على هذه الـ statement Q or R صارت الأقواس على P or EQ وهذا F عندهم لـ F الآن هذا اللي بالقوس طبعا وصلت عندنا الـ or مرتين هذا اللي بين قوسين X تنتمي لـ A or X تنتمي لـ B شو بي كافي هذا X تنتمي لـ A اتحاد B X تنتمي لـ A or X تنتمي لـ B يعني X تنتمي لـ A اتحاد B هذا تعريف الاتحاد هذا or X تنتمي لـ C هذا من تعريف اتحاد المجموعات هذا الـ X تنتمي لمجموعة or X تنتمي لمجموعة ثانية X تنتمي لمجموعة or X تنتمي لمجموعة ثانية يعني X تنتمي لاتحادهم اتحادهم مين؟ هاي المجموعة الاولى اسمها A اتحاد B والثاني اسمها C فصارت X تنتمي لهاي المجموعة or X تنتمي لهاي يعني X تنتمي لاتحاد هالمجموعتين هاي الاولى وهاي الثاني هذا كمان تعريف الاتحاد شوف شو صار عندنا هون X ينتمي لأي اتحاد بي اتحاد C F and only F X تنتمي لهاي المجموعة لما بيكون X تنتمي لمجموعة F and only F X تنتمي للمجموعة الثانية هذا بيعني المجموعتين متساويات X تنتمي لメجموعة F and only F X تنتمي لثانية يبيعني أنه هالمجموعتين متساويتين هذا بيثبت هالكلام اللي عنا هون بالنسبة للتقاطع نفس الحكي هذول بيصوروا تقاطع هذه بتصير and هاي تقاطع طبعا تعريف التقاطع هذه and وهي and هذه and هذه تقاطع and هذه تقاطع وتقاطع فبينتج الفرع الثاني من رقم d هذا اللي هو اسمه أساشية تيفلو في حالة المجموعات لاستخدمنا هون أساشية تيفلو في حالة statements نشوف الآن رقم e رقم e لدستريبيوتفلو هذا رقم e دستريبيوتفلو في حالة التقاطع والاتحاد كمان بدأك تبين انه هاي المجموعة بتساوي هاي المجموعة حتى يكونوا مجموعتين متساويتين لازم تبين انه x ينتمي لوحدة f and on f x ينتمي للثاني فبتبدأ بx في المجموعة الأولى ولازم تستنتج في النهاية f and on f x ينتمي لهذه المجموعة الثاني هذا بدك تعتبره كأنه تقاطع مجموعتين هاي مجموعة اسمها a والمجموعة الثاني اسمها b اتحاد c b اتحاد c شو معنى x ينتمي لتقاطع مجموعتين يعني x ينتمي لأولى and x ينتمي لثاني فهذا بيعني x تنتمي لأ and x تنتمي لأ اتحاد c هذا تعريف التقاطع وهذا f and only f هاي x تنتمي لأ and شو معنى الآن x ينتمي لأ b اتحاد c يعني x ينتمي لأ or x ينتمي لأ c هذا تعريف اتحاد المجموات تحولت الآن صارت هذي statements x ينتمي لأ statement وهذا statement وهي كمان statement في عنا distributive لو في حالة statements يعني دكترتي برهاي كان p and q or r توزع الآن بيصير هذا f and only f x ينتمي لأ a and x ينتمي لأ b or x ينتمي لأ a and x ينتمي لأ c هذا اللي استخدمنا distributive law في حالة الستيتمتز x ينتمي لأ a and x ينتمي لأ b يعني x ينتمي لأ تقاطع b or x ينتمي لأ and x ينتمي لأ c يعني x ينتمي لأ تقاطع c هذا تعريف تعريف التقاطع هذه مجموعة وهذه مجموعة x ينتمي لأ مجموعة or x ينتمي لأ مجموعة x ينتمي لأ مجموعة or x ينتمي لأ مجموعة يعني x ينتمي لأ اتحادهم مجموعة الأولى اسمها a تقاطع b والثاني اسمها a تقاطع c فهذا يعني أنه x ينتمي لأ اتحاد المجموعتين وهذا تعريف تعريف الاتحاد فصارت x تنتمي لأ تقاطع ب اتحاد c f and on لأ f x ينتمي لأ تقاطع ب اتحاد a تقاطع c هذا يعني أنه هالمجموعتين اللي عندنا متساويات x ينتمي لمجموعة f and on لأ f x ينتمي لأ الثاني يعني المجموعتين متساويتين مجموعتين هي a تقاطع ب اتحاد c و a تقاطع ب اتحاد a تقاطع تقاطع c هذا بيكمل برهان النظري اللي بدأنا فيها في محاضرتنا الماضي شوف الآن سكشن for compliments compliments المتممات المتممات شوف شو تعريف الكومبليمت مجموعة ذا كان عنا a and b are sets مجموعة مجموعة بي بي في الـ a is the set a ناقص b defined find by a ناقص b بتساوي كل العناصر x التي تنتمي ل a بحيث الـ x لا تنتمي لل b هذا بنقرأ compliment of p in a متممة الـ b في الـ a متممة الـ b في الـ a وهي كل العناصر التي تنتمي للـ a ولا تنتمي للـ b طبعا لما بتوجد أنت a ناقص b ليس بالضرورة الـ b تكون موجودة في الـ a يعني مش انه a ناقص b بنشيل b من الـ a مش شرط الـ b تكون subset من الـ a يعني نكتب هذا الكلام in this definition في هذا التعريف it is not assumed that b subset من a في هذا التعريف ليس مفروض انه الـ b تكون subset من a حتى نوجد a ناقص b a ناقص b مش انه بنشيل الـ b من a a ناقص b كل العناصر اللي موجودات في a ومش موجودات في b يعني على سبيل المثال لو فرضنا عنا مجموعة a كانت 1 و 2 و 3 و 4 و مجموعة b كانت 3 و 4 و 5 و 6 و بدنا نوجد a ناقص b و a موجودة الـ b لكن الثلاث مثلا موجودة في a لكنها موجودة في b كمان 4 موجودة في a لكنها موجودة كمان في b فاللي فاللي موجودة في a ومش موجودة في b هو الواحد و 2 الآن a ناقص a تقاطع b بالأول بلنا a تقاطع b a تقاطع b يعني الشيء المشترك بينهم الوا 3 و 4 الآن a ناقص a تقاطع b يعني اللي موجود في a ومش موجود في a تقاطع b الوا الوا و 2 لكن الثلاث والأربعة لأنهم موجودات هون فمنستنتج من هذا الكلام أنه a ناقص b هي نفسها a ناقص دائما a تقاطع b a ناقص b نفسها a ناقص a تقاطع b فإذن هيك بنعرف شو المقصود بالكمبليمنت الآن راح نستخدم دائما we use the symbol capital x to denote the universal set universal set يعني المجموعة الكلية نستخدم capital x يعني وما تشوف capital x بتعرف أنه هذه هي المجموعة الكلية باقي المجموعات تعتبرها مجموعات جزئية منها and all the sets to be mentioned are subsets of x وأي مجموعات كل المجموعات التي تذكر هي مجموعات جزئية من x also we write هذا الكلام a prime for x ناقص a يعني هاي a prime هي متممة a x ناقص a بدلاها راح نصير نكتب a prime لال complement لال a complement لال a في x complement لال a في x نرمز لها بالرمز a prime فإذا دائما capital x بتشير للمجموعة الكلية أي مجموعات أخرى تذكرها بتعتبرها مجموعة جزئية من x هذا a prime المقصود في متممة a في x أو x ناقص a شوف السؤال التالي show that a تقاطع b prime b ساوي a ناقص ناقص b بنا نبين a تقاطع b prime b prime يعني متممة b b prime x ناقص b يعني متممة b بنا نبين a تقاطع b prime بيساوي a ناقص b حكينا سابقا حتى تبين مجموعة بتساوي مجموعة لازم تبين x ينتمي لهالمجموعة f and only f x ينتمي للمجموعة الأخرى فبتبدأ بx في المجموعة الأولى ولازم يظهر في النهاية f and only f x تنتمي للمجموعة الثانية ايش هذا اللعنة هذا تقاطع مجموعتين شو معنى x ينتمي لتقاطع مجموعتين يعني x تنتمي للمجموعة الأولى and x تنتمي للمجموعة الثانية هذا تعريف التقاطع وهذا f and only f x تنتمي ل a and شو يعني b برايم يعني x ناقص b هذا تعريف ايش b برايم متهم شو تعريف ال b برايم b برايم هي x ناقص هي x ناقص b الان ايش معنى x ينتمي لx ناقص b شو معنى x ينتمي لx ناقص b انا ندور عليها ايه صفحة الماضية ايش معنى عنصر موجود في a ناقص b يعني بده يكون موجود في a ومش موجود في b شو معنى x ينتمي لx ناقص b يعني x موجود في x و لا لا تنتمي لل b يعني اكبس الشكل x تنتمي ل a and x تنتمي ل x و x لا تنتمي لل b هذا تعريف طرح المجموعات ماضح ال b برايم مقصود فيها x ناقص b هذا تعريف ل برايم شو معنى عنصر ينتمي لمجموعة ناقص مجموعة يعني x ينتمي لمجموعة الأولى و x لا ينتمي لمجموعة الثانية هذا تعريف الطرح هدول ثلاث حدود أو three statements لكن الإشارة بينهم كلها and كلها and تذكر الassociative مش الdistributive associative يمكن أن نحط الأقواس على الحدين في البداية يعني هذا f and only f x تنتمي ل a and x تنتمي ل x and x لا تنتمي لل b وهذا الassociative لو في حالة the statements وهذا f and only f لاحظ هنا x تنتمي ل a and x تنتمي ل x يعني x تنتمي للتقاطع and x لا تنتمي للبي هذا تعريف التقاطع x تنتمي مجموعة and x تنتمي مجموعة ثانية يعني x تنتمي لتقاطعهم إذا بنرجع للنظرية الماضية التي أثبتناها كان أول بند بيها اسمه identities العناصر المحايدة العناصر المحايدة وفي حالة التقاطع حكينا إيش العنصر المحايد العنصر المحايد هو المجموعة الكلية زي ما كان في الاتحاد العنصر المحايد هو phi الجان النظرية الماضية اللي كملنا برهانها اليوم كان أول بند فيها بيحكي عن identities عناصر المحايدة وكان العنصر المحايد دائما في حالة التقاطع هو x يعني a تقاطع x هي a وإذا بتنتبه هاي المجموعة الكلي وهي مجموعة الجزئية منها فالمجموعة الجزئية تقاطع المجموعة الكلي أكيد هي المجموعة الجزئية فهذا x ينتمي ل a and x لا ينتمي لل b وهذا جاي من identities اللي عنا في النظرية الماضية وكمان بإمكانك من هون لما وصلت لهذه المنطقة ما تكمل هيك تيجي تحكي هاي x and تنتمي ل a and تفقنا سابقا أنه x ينتمي ل x هذا اسمه totology هاي المجموعة الكلية حكي x تنتمي ل phi contradiction x تنتمي ل x totology x لا ينتمي ل phi totology x لا ينتمي ل x contradiction هذول كتب بنهم أربع وربع فإمكانك تكتب هيك x تنتمي ل a and totology statement and totology هي statement بين نظرية كمان سابقة كان p and totology equivalent لل p فصارت x تنتمي ل a and x لا تنتمي ب شو معنى x تنتمي ل a and x لا تنتمي ب يعني x تنتمي ل a ناقص b شو معنى x موجود في a ومش موجود في b يعني موجود وين في a ناقص ناقص b صارت x طبعا هذا تعريف ايش طرح المجموعات صارت x تنتمي لها المجموعة f and only f x تنتمي للمجموعة الثانية يعني هالمجموعتين متساويتين المجموعتين اللي عنا متساويتين مستقبل جماعة في البرهان لما ابتيجي لهون x ينتمي لل b ما في داعي لكل هذا الحكي مباشرة بتكتب x ينتمي لb يعني انه x لا ينتمي لل b مباشرة بتنتقل من هون لهون ما في داعي نخلي ال b هي x ناقص b بعدين x ينتمي لx ولا ينتمي لb ونعمل associative وننتقل مع انه دائما رح ينتج معنا ما هو العنصر اما موجود في المجموعة او في متممتها فاذا العنصر في المتممة فهو ليس في المجموعة اذا العنصر ينتمي لb معناته هو لا ينتمي للb كل عنصر اما موجود في المجموعة او في متممتها فمعنى x ينتمي للb يعني x لا ينتمي للb معنى x مثلا لا ينتمي للبي براين معناته X ينتمي للبي لا يمكن أن يكون العنصر لا بالمجموعة ولا بمتممتها إما في المجموعة أو في المتممت فمتنتقل دائما هذا مباشرة بتكتبه بكافئ X لا ينتمي للبي والسبب تعريف لبراين تعريف لبراين طيب تشوف نظرية أخرى لت A and B B sets then متممت متممت ال-A بتساوي ال-A متممت ال-P بتساوي X ومتممت ال-X بتساوي Phi A تقاطع A' بتساوي Phi and A اتحاد A' برايم B ساوي X A subset من B F and only F B برايم subset من A برايم يعني لما بتأخذ متممات بيصير الاحتواء احتواء بالعكس طيب نشوف برهان لهذا النظرية ونبدأ بفرع A فرع A بدنا نبرهن انه متممت متممت ال-A بتساوي ال-A هاي مجموعة بدك ياها تساوي هاي المجموعة فلازم تبين انه X تنتمي لواحدة منهم F and only F في النهاية لازم يطلع F and only F X تنتمي للمجموعة الاخرى شو معنى X تنتمي هاي اعتبرها كأنها B مثلا هذا A' اعتبرها B يعني كأنه X تنتمي لB' شو معنى X تنتمي لB' يعني X لا تنتمي للB شيء اتفقنا انه العنصر اما موجود في المجموعة او في متممت فاذا كان X موجود في متممت هاي المجموعة فهو لا ينتمي لها المجموعة هذا تعريف لB' هذا X لا ينتمي لهذا المجموعة امكان نكتبها باسلوب ثاني مالوش سبب بس طريقة اخرى لكتابة هذا الكلام هو NOT X ينتمي لA' شو معنى X لا ينتمي يعني ليس X ينتمي ليس X ينتمي بس هذي كتابة باسلوب آخر X لا تنتمي معنىها ليس X ينتمي طيب وهذا F آد لF NOT ايش هذة كمان F F and only F X ينتمي لمجموعة الثانية شو معنى X ينتمي لمتممة مجموعة يعني X لا ينتمي لها المجموعة هذا تعريف لبرايم X لا ينتمي لFi اشتفقنا هذا X لا ينتمي لFi هذا توتولوجي X لا ينتمي لFi هذا equivalently توتولوجي X ينتمي لFi contradiction بس X لا ينتمي لFi هذا توتولوجي والتوتولوجي حكينا هي نفسها تكافئ X ينتمي لX رجع لهم هدول جماعة في محاضرة ماضية X ينتمي لX اتفقنا انه هذا هو كمان توتولوجي فالتوتولوجي مكافئ انه X ينتمي لX X لا ينتمي لFi مكافئ لتوتولوجي صارت X تنتمي لمتممة في F X تنتمي لX يعني هالمجموعتين متساويتين هاي نفس الكلام شو بتبدأ X ينتمي لمتممة capital X شو معنى X ينتمي لمتممة capital X يعني X لا ينتمي للX X لا ينتمي للX هي contradiction والcontradiction هي نفسها X تنتمي لFi فبتصير متنممة الX بتساوي Fi بالنسبة لرقم C بننبين انه A اتحاد A برايم بيساوي Fi كمان هاي مجموعة بدك تساوي هاي المجموعة تبدأ بعنصر هون ولازم تبين انه هذا F في النهاية X تنتمي لFi هذا تقاطع مجموعات شو معنى X تنتمي لتقاطع مجموعتين يعني X تنتمي للمجموعة الاولى and X تنتمي للمجموعة الثانية هذا تعريف التقاطع X تنتمي لX and شو معنى X تنتمي لA برايم يعني X لا تنتمي للا A هذا تعريف لبرايم وهذا F and لF X تنتمي لA and حكينا هذا بإمكان نكتب بأسلوب آخر not X تنتمي لA هذا ما روش سبب هذا بس أسلوب ثاني لكتابة X لا تنتمي هي not X تنتمي هذي هذي statement P and not P P and not P P and not P شفناها بموضوع ساكشن كان اسمه CONTRADICTION كان هذا المثال الوحيد اللي هو P and not P equivalent to CONTRADICTION أي statement and not هالستيتمنت هذا مكافئ للCONTRADICTION والCONTRADICTION يمكن أن نكتب بداله X تنتمي لفاي X تنتمي لفاي تكافئ CONTRADICTION معنى صارت X تنتمي لها المجموعة F and لف X تنتمي للمجموعة الثانية معناته هالمجموعتين متساويتين هاي الثانية شو بتعمل تبدأ ب X تنتمي ل A اتحاد A شو بيعني هالحكي X تنتمي ل A or X تنتمي ل A prime يصير X تنتمي ل A or X لا تنتمي ل A X تنتمي ل A or not X تنتمي ل A بيصير عنا P or not P P or not P توتولوجي لأنه واحد راح تكون true والثانية false ولما واحد true والثانية false والor بينهم الناتج true دائما فبصير توتولوجي والتوتولوجي مكافية إنه إنه X تنتمي ل capital X هذا برهان رقم C رقم D الفرض اللي عنا إنه A subset من B A subset من B هذا مكافي ل إيش عرفنا سابقا إنه F X تنتمي ل A Then X تنتمي ل B هذا تعريف subset ترجع لبداية محاضرتنا A subset من B equivalent إنه F X تنتمي ل A Then X تنتمي ل B وهذا equivalent 2 هذا statement P وهذا statement Q إذا بترجع في statements في قانون اسمه Contra Positive Law F P Then Q equivalent ل إيش F not Q If not Q Then not P إنتمي هادي P وهي Q F P Then Q Equivalently if not Q وإذا بدك تعمل خطوة دول not X تنتمي ل B بس هي في النهاية X لا تنتمي ل B وهذه not X تنتمي ل A وهذه X لا تنتمي ل A هذا قانون كان اسمه Contra Positive Law في ال Statements F P Then Q مكافئة ل If not Q Then not P وهذا مكافئة X لا تنتمي ل B شو يعني يعني X تنتمي ل B Prime و X لا تنتمي ل A يعني X تنتمي ل A Prime هذا تعريف تعريف ل Prime قارن هذا الكلام ب Subset هذا بيعني إنه A Prime Subset أو B Prime B Prime Subset من A هاي Subset يا جماعة اللي حكينا عنها اليوم الA Subset من B بتكافئ F X تنتمي ل A Then X تنتمي ل B استخدمناه هون A Subset من B هذا الكلام طيب الآن شو صفى عنا هون X تنتمي ل B Prime أو F X هون F X تنتمي ل B Prime Then X تنتمي ل A Prime يعني هاي B برايم هاي هاي وهاي A برايم معنا شو بنتكافئ هاي هاي B برايم وهاي A برايم هذا تعريف Subset تعريف Subset فاللي صفى عنا A Subset من B equivalent to B برايم Subset من A برايم فهذا A Subset من B F يعني متكافئات B برايم Subset من A برايم هاي بنكمل البرهان هاذا النظرية ومعها بنكمل محاضرتنا لهذا اليوم بنلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة